وفي مستجدات أخرى أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني بيكي كي في شمال العراق وذكرت الوزارة في بيان أن قوات خاصة بالجيش التركي رصدت العناصر التي تم تعامل معها في منطقة عملية المخلب القفل شمال العراق بحسب وكالة الأنضول التركية للأنباء وأكدت أن القوات حيادت العنصرين في عملية محدودة مشددة على أن الجيش التركي سيواصل مكافحة عناصر البيكي كي الذي تصنفه إرهابيا حتى تحييد آخر عنصر فيه